كانت في السابق تسابق الريحة فباتت اليوم على هذه الهيئة جياد نادي الفروسية التي تعرضت للإهمال لم يعود بإمكان الفرسان امتطاء صهواتها وممارسة رياضة الفروسية المفضلة في مضمار الحسينية بمحافظة الحديدة ملقون خارج اهتمام السلطة والجهات المسؤولة صار حالهم من حالة منشأتهم التي طالها الإهمال كغيرها من المنشآت الرياضية في البلاد لم يعود هناك من يرعى هذه المساحة ويرتبها ويعيدها إلى طبيعتها السابقة حيث كانت تقام فيها المنافسات الرياضية في الفروسية والهجن واحتفالات التكريم بأبطالها وإنجازاتهم تعرض نادي الفروسية بكافة مرافقه إلى التلف وغطت الأتربة والغبار معداته في إشارة إلى حالة التدهور التي لحقت به وصار مهجورا على نحو المخيف والمرافق الخاصة بالرعاية أصبحت غائبة تماما خصوصا مع دخول البلاد حالة الحرب بقيادة ميليشيا الحوثي وغياب المؤسسات المسؤولة عن مثل هذه المنشآت ترجمة نانسي قنقر